اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيما مضى توقفنا عند حبكة الدين التي جرت على لسان الملك على لسان الروح الامين جبريل عليه الصلاة والسلام عند الضعيفين عند ام اسماعيل واسماعيل الرضيع كنا اشرنا ابتداء نذكر الاخوة المؤمنين السامعين والسامعات ان الدين كان على الضعيف كان على المرأة والرضيع على ام اسماعيل واسماعيل على موسى وامه ان ارضعيه على عيسى وامه على موسى وامه على ام اسماعيل وامه كذلك ختم الله الدين بالخاتم محمد عليه الصلاة والسلام فجعله يتيما اليتيم أخي في العربية أصلا الفريد أصل يتم في العربية هو الفريد لا معيل له عندنا صورة أنا أرى أنها ليست صحيحة الصورة بالصاد ليست بالسين عندنا تصور يعني عن الدين وعن الله ليس صحيحا الصورة التي في الناس أن الله والرب المغضب لا إله إلا هو الذي يحصي على الناس سيئاتهم وحسناتهم ويعاجل بإهلاكهم في النار إذا هم عصوا هذه الصورة ليست بصحيحة إطلاقا أبدا أنت إذا قرأت القرآن أو قرأت حاديث النبوة تجد من هذا كثيرا ما يرد هذا الكلام على رأسها حديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أننا نتكلم عن الضعيفين أن النبي في غزوة من غزواته كان في الأسرة امرأة تجري وتلهج مضطربة فقال عليه الصلاة والسلام ما بالها فقالوا أضاعت صغيرها ثم رأها بعد قليل وقد وجدته لقيته فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها انظر إلى هذه الصورة أم ضيعت صغيرها ثم الآن تجده ثم تضمه وتحضنه وتحوضه وتلقمه صدرها وثديها انتبه هذه صورة الدين كله بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها فقال لأصحابه ومن حضره ولنا نحن السامعين قال أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا مع قدرة يعني طول ما هي تقدر لا تلقيه في النار قال فالله أرحم بأحدكم من هذه بولدها كان الأولى أن لو عرفنا ربنا بهذا الطيب وهذه الرحمة وهذا الود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة كثير من الأحاديث في هذا المجال حبث لو تراجعها المؤمنون الآن حتى نبينا الخاتم جعله الله يتيما عن علم وحكم أصلا ألم ترى الله قال فيه أرأيت الذي يكذب بالدين قال فذلك الذي يدعو اليتيم اليتيم والفريد الذي لا عائل له ولا يحض على طعام المسكين في علم الضعيف والأم والرضيع واليتيم علم الدين كله فقال الله للخاتم محمد عليه الصلاة والسلام انتبهما أجمل كلام ما ودعك ربك وما قاله لما ترك إبراهيم الضعيفين حتى لم يروى أنه ودعهما فالله قال ما ودعك ربك وما قاله ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك أربك فطرضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذا الدين كله أخي باك من الصور المنفرة من الصور المخوفة بغير طمع بالله لا إله إلا هو يجب أن نحمل الدين خوفا وطمعا الله بكبريائه وعظمته وجلاله حري أن نخافه ونرهبه لا إله إلا هو ولكن استحضروا أنه ربنا قبل أن يكون الذي يحسي السيئات لا إله إلا هو الغفور الرحيم الآن نرجع فيأتي الملك الأمين الروح جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرضيعين أنا أهيب الآن بكل أخت سامعة أن تحتفظ بهذه الكلمات وبكل أب سامع له بيت إذا جاءه عشية يغلق بابهم ويحضن بنيه فيطعمهم ويآويهم ويتودد إليهم واكلأهم ليلا هذه صورة الله أمر بها وفرضها ليعلم أن لا إله إلا هو وليعلم مكانة الرب العظيم الجليل لا إله إلا هو فيقول الملك جبريل عليه الصلاة والسلام للمرأة بعدما حوضت الماء وجعلت تزمه أنت اعلمه ولو تأخر عليها الماء انتهى كل شيء فلما كنا نقول أن كل شيء كان في الماء عندما نبع الماء لم يكن ثمة بيت أبدا ولا شيء اسمع الكلمات الآن اسطرها قال الملك إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه يعني على ما سيكون لأنه كان رضيعا يبنيه هذا الغلام وأبوه بيت الله اسمع وإن الله لا يضيع أهله هذه كلمات الملك إلى الرضيع وأمه وللعامة والبشرية جميعا إنها هنا بيت الله إن الله لا يضيع أهله فأقام الله بيته بعدما أقام الماء عنده ماء وعنده بيت بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس من الآن اعلم أنه ما كان دين حتى كان بيت وكان رب وكان ماء وكان طعام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن الذين يسمعوننا في الحافلات وفي البيوت وفي المحلات وفي أبواب الرزق وفي الأسواق ما أخرجنا أصلا إلى سعينا وأرزاقنا إلا أقواتنا ألا ترون المساجد على أبواب الأسواق كثيرا من المساجد في الشوارع بجانب السوق فهذا بيت للرب وهذا سوق للرزق لا يكادان يختلفان ساعة نرتزق وساعة نأتي بيت الرب ساعة نرتزق وساعة نأتي بيت الرب كيف فصل الناس هذا الدين عن هذه الحياة لا فكاكة ولا انفصال أصلا إلا من دجل الدجال لو علم الناس الدين من الرغيف لما كفروا بربهم كما قال الله قتل الإنسان ما أكفره ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه لا يكفر عبد علم من يطعمه إذا أنت علمت أنك يوما بيوم تجلس إلى مائدة لا يطعم فيها إلا الله كيف تكفره في الحديث الصحيح أن النبي قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها وفي حديث صحيح آخر إذا أكل العبد طعاما فقال الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام وأطعمنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه انتبه هو لا جاهد ولا صلى ولا صام ولا أطعم أطعمه الله ثم غفر له كل ذنوبه هذا رب يكفر هذا رب يعصى لا إله إله لا بد من الخطيئة على هذا جبلنا ولكن عاجلوا بالتوبة والاستغفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا فالكلام الذي تكلم فيه إبراهيم عليه الملك جبريل إلى أم إسماعيل الآن بدأ يتأسس البيت ويتأسس الحمد أن لا إله إلا الله بالتالي نريد أن نؤسس لأنفسنا نحن اليوم علما في هذا الكتاب أنه ما كان كتاب الفرائض والحلال والحرام والحرمات والتخويف وحسب هذا شيء قليل من القرآن إنما عامة القرآن على الود والرحمة عندنا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله خلق إن لله مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض أنزل من المئة رحمة واحدة إلى الأرض بها يتراحم الخلائق من آدم إلى يوم القيامة حتى الدواب والوحش والطير والسباع حتى ترفع الدابة فلا تطأ صغيرها من الرحمة هذه كلها البشرية والخلق والخلائق كلها على هذه الرحمة فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم القيامة أتمها بالتسع وتسعين أو أتمها بالمئة لازم ننتبه إن الناس تظن أن في رحمة للدنيا وتسع وتسعين للآخرة هذا خطأ هو قال فإذا كان يوم القيامة أتمها فهذه نفسها هي التي عاش فيها الناس بقي منها كثير في الآخرة فيضيف الله على ما بقي منها تسع وتسعين لعباده المؤمنين فكيف يدخل الناس النار أصلا كيف يدخل الناس النار ربنا اغفر لنا الآن نرجع هذا كل الذي نقوله حتى نخرج الناس من تصور ما كان صحيحا ولا يعين أصلا على قراءة النبوة ولا على قراءة الوحي ولا على التقرب إلى كلمة الله العبد ما دمت تدعوه الإنسان ما دمت تدعوه إلى شيء تكليفا لن يستجيب هذا أول شيء يعني أنا أجد كثيرا من الدعاء جزاهم الله خيرا أول ما يدعو الناس يدعوهم إلى الفرائض فيقول أتصلون لما لا تصلون فيدعونا بالأوامر والنواهي عليك وعليك وعليك وإفعل ولا تفعل هذا مدعاة أن ييأس العبد وأن يدع ولكن الله العليم الحكيم ألا يعلم من خلق دعانا برغباتنا وحوائجنا الصلاة أخي تكلف أنت تأمر بها نفسك تفرضها كما قال الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لو كانت أصلا محبة ورغبة وشهوة كيف نستبر عليها نأمر نفسنا بالصلاة أمرا في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري أنه قال من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم فانتبه إلى الصلاة والطعام الصلاة والطعام ولكن الصلاة أنا أمر نفسي بها ولكن الطعام نفسي تأمرني بها فإذا عرفت الله من أوامر نفسي لا أكاد أكفره ولكن إذا عرفت نفسي بالله من أوامر عليها ستراها تتفلت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها النفس يعني فأما كما قال لا إله إلا هو فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالنفس أصلا غارقة في الهوى أنا أمرها بالصلاة ولكن هي تأمرني بحاجتها على رأس حاجتها طعامها فإذا عرفت النفس ربها من الطعام لا تكفره خمس صلوات في اليوم والليلة أقول لنفسي قومي قومي افعلي ولكن بكرة وعشية تقول النفس أدعو لنا ربنا يطعمنا فهذه لا كفران فيها ولن فكاك لها أنت تجد أن الله أمر بالتسبيح بكرة وعشية إذا قرأت في القرآن عن داود وعن سليمان عليه الصلاة والسلام نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أبوه من قبله داود والطير يسبحن بالعشي والإشراق فالبكرة وعشية كما أمر زكريا بالعشي والإبكار نحن نسبح الله بكرة وعشية أصلا أخي بكرة وعشية هذه مواقيت الطعام هذه مواقيت الطعام فجعل إنه في الساعة التي أطعمتك فيه اذكرني أول ما خلق آدم كان على أجله الآن أخي اطمئن افرح بهذا الكتاب على اعتبار أننا لو حملنا هذا الكتاب لنبينا أو لنعلم العالمين فيه أن ما تركوا ما تركوا النبوة والوحي لأجله اللي هم ما يسميها الآن الغرب وغير الغرب الحياة والاقتصاد والعلمن وغيرها هذا الذي تركوا الكتاب لأجله ما تكلم الكتاب إلا فيه أصلا نكررها كثيرا ولكن هي مكمن الدين عندما قال فليعبدوا رب هذا البيت البيت أخواننا اسمع البيت أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أنا الآن يعني على هامش الكلام الدول عندنا دولة أصغر فأكبر فأكبر كلها تبتغي إلى ذي العرش سبيلا تعالى الله هناك دول أقوى متصلطة الدول الضعيفة تلتجئ وتحتمي وتتعزز بالدول العظمى ولا تتعزز فيها أصلا إلا لحاجتها من الأمن والطعام هي تريد أمنها وطعامها فتراها تقبل موافقها وتقبل إيمانها وتقبل دينها وتقبل أوامرها فقط لأجل الطعام والأمان في اليوم الذي توفر أمنا وطعاما قد تفرد نفسك ربا على الناس لا تعجب عندما سنأتي نتكلم عن فرعون أنه لما تكلم وجعل نفسه ربا على بني إسرائيل وعلى من حضره من الناس كان ربا بما ذكرنا حتى إذا استخرج الله واستخلص عباده من بني إسرائيل من عند فرعون أول ما فعل الله لا إله إلاه أطعمه أول ما أخرجهم من عند فرعون أطعمهم فقال كما في سورة طاها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كما في البقرة وفي الأعراف في غيرها كما قال كذلك في طاها وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم في طاها قال لا إله إلاه وإذ أنجيناكم من آل فرعون وأنزلنا عليكم المنة والسلوة كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فأول ما استخلصهم من عند الرب الكذاب فرعون أنزل عليه المنة والسلوة وأطعمهم ثم استسقى موسى لقومه وأمنهم من فرعون وأخرجهم حياة وأهلك فرعون وأطعم عباده لا إله إلاه فهذه المعاني التي حري بالمؤمنين والدعاة اليوم أن يعرفوا المؤمنين حينما يدعونهم إلى ربهم فليعرفوهم بربهم من دوافع المؤمن لله من حوائج المؤمن لربه لا من تكاليف الله على العبد حتى لما أمرنا الله بالصيام وما أدراك ما الصيام أنت الآن تسمع أخي وأصبح لعلم الطعام والأمان عندك مكان بعدما ذكرنا من الآيات لأجل ذلك قد تعلم بعدها لما جعل الله للصيام أجرا أبا أن يعرف فيه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به اعلم من الآن أن أصل العلاقة التي بيننا وبين ربنا كان أمنا وطعاما فعندما نمسك عن الطعام الذي لا نستطيع أن نمسك عنه أصلا وفطرة لأجل الله لا إله إلا هو فجعل لها جزاء أبا لا إله إلا هو أن يعرف فيه حتى نفسه لا إله إلا هو عندما أمرنا بالصيام كان يخفف فيه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذا تخفيف أياما معدودات فهذا تقليل لا إله إلا هو حتى الصلاة الصلاة كانت خمسين فخففها إلى خمس ولو جمعت دقائقها ولحظاتها قليلة يعني في ساعاتها كذلك قال في سورة الإنشراح قال فإذا فرغت فانصب ويعلم لا إله إلا أنه خلقنا ساعين ومرتزقين كالطير وسائر خلقه من أهل الحاجة بإذن الله سنأتي في اللقاء المقبل على تأسيس ما أسسناه من الحمد لله عندما نعرف أن الملة بدأت عند بيت وعند امرأة ورضيع عند الضعيفين عند الضعيفين بدأ الدين وبدأ البيت وعندما ذكرنا في سورة الحج وسنأتي فيها بإذن الله أن الله أصلا لا إله إلا هو قال في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم هكذا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين إذا عرفنا الله بالنعمة صعب أن نكفره كما ختم سورة الضحى عندما كلم نبيه قال وأما بنعمة ربك فحدث هكذا يريدنا لا إله إلا هو هو الذي أطعم وهو الذي كسى كما قال في الحديث الصحيح عن ربنا لا إله إلا هو قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اليوم نحن أهل الشام في حصار ونجوع ونخوف هذه أفعال الدجال وهذه من البث التجريبي للربوبيات من البث التجريبي للربوبيات التي حري بكل مؤمن أن يفطن لها قبل خروج الدجال في لقاءات بإذن الله ستخصص وتكون مفرغة تطعيما وتثبيتا قبل خروج الدجال ولكن انتبه الحصار الذي نحن فيه وقطع السبل أصلا هذا السبيل وقطع الأرزاق هذا أصل علم الكتاب وعلم الدين من الآن تحضيرا لما سيأتي بإذن الله سنتكلم في اللقاء المقبل عن أول آيات الله للعالمين التي تتأسس بعد علم البيت الذي تكلمنا فيه عند الضعيفين المرأة والرضيع عن الآية المبصرة اسأل نفسك أخي السامع أخت السامع أنتم الذين في البيوت جزاكم الله خيرا وفي الأعمال وفي الأسواق اسألوا أنفسكم هل تعرف آية الله المبصرة كالنهار النهار كما قال الله مبصر ليس هو الذي يبصر نحن بفعل النهار والنور نبصر فيه لله آية مبصرة يعني إذا عرفناها أبصرنا الدين والملة والروح والوحية والحياة هناك لله آية مبصرة إذا عرفتها تعرف أصول علوم الدين كلها أول آيات الله كانت إلى العالمين أول آيات الله إلى العالمين كانت الآية المبصرة فنريد من الآن اذهب إلى كتاب الله ابحث عن الآية المبصرة بعد الآية المبصرة بإذن الله سنتكلم عن الآية الكبرى نحن نهيب بالمؤمنين أن يعرف الله كما يعرف الله نفسه أول ما عرف نفسه لا إله إلا هو عرف نفسه بالآية المبصرة التي أرسل بها إلى نبي من الأنبياء وبالآية الكبرى كانت مع نبي آخر الآية أخي كما قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبيل المعرفة كما قال آية المنافق ثلاث يعني كيف تعرف المنافق هناك لله آيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن هذه آيات نعرفه فيها هذه آيات من الآيات ولكن هناك لله آية كبرى وآية مبصرة إذا أنت رأيتها أبصرت نورا عظيما كما حال الكتاب الله يقول عن القرآن قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وطئوا أنفسكم هيئوا اللقاء المقبل بإذن الله حتى إذا جئنا نتكلم في الآية المبصرة نتركها لك حتى تعلمها تجهز لها الآية المبصرة أخي أمر عظيم سبق وتخلمنا فيها ولكن لماما وتلميحا هيئ نفسك إذا علمت الآية المبصرة أنا أكاد أجزم أن لو علم العالمون الآن آية الله المبصرة التي في الكتاب التي بنى عليها سماءه وأرضه سيصعب على كل عبد أن يكفر في الله ونحن نجزم الآن وهذه بركة القرآن أننا بهذه الآية المبصرة والآية الكبرى نستطيع أن نخاطب العالمين جميعا من واقع هذا القرآن نكلمهم مما تركوا لأجله هذه النبوة وهذا الكتاب اقتربت الساعة وانشق القمر الدقائق لا تكاد تفي بالغرض ولكن الحمد لله رب العالمين إلى لقاء مقبل بإذن الله مع الآية المبصرة ثم الآية الكبرى حتى يأذن الله لنا بعلمها والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله استمعنا وإياكم مخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السناء من سلسلة برامج الهدى قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة شكرا شكرا شكرا